بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة القمح اهلا وسهلا بحضراتكم اليومين دول في مرسلات كتير عن ظاهرة اسفرار القمح والفيديو دهوت فيه اخ من مصر مصوره لي علشان طبعا نشرح عليه قال له قدامكم دهوتا زي ما انت شايفه هوت اسفرار بتاع القمح عامل ازاي ولكن يا جماعة قد يكون الاسفرار دهوت من مشكلة او عدة مشاكل من اللي انا هقولها دلوقتي تمام اول المشاكل دهية قد يكون الاسفرار دهوت يا جماعة ناتج عن ناتج عن الري الغزير تمام يعني انت النهاردة مثلا عاندت المدام ورحت روية الارض تقولك استنى مكرا في مطر تقولها لازم هروي الارض دلوقتي المهم ورحت عاندت وروية الارض فعلا صدقت رؤية المدام ونزل نزل المطر تمام يبقى اصبح الارض عندك فيها مية كتير اصبح الارض وصلت ليه ان الارض كلها غادقة يعني مليانة مية تمام طيب حضرتك الجزر ده بيتنفس زي وزيك زي وزيك بالظبط بيتنفس تمام لان التربة دي فيها مسام يا جماعة فيها مسام او فيها سقوب تمام المسام ديا بيبقى المفروض بيبقى نصها مية ونصها في الحالة الطبيعية نصها مية ونصها نصها هوى تمام طيب النبات بقى لما انت لما نزلت انت رويت ونزل المطر واصبحت المية كتيرة فالمسام بتاعته التربة دي اتملت كلها مية فمعتش فيها هوى فالجدر اتخنى فبالتالي مش قادر يمتص العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة وبالتالي حصل نقص للعناصر رهية وعلى رأسها النتروجين والعناصر الصغرى فبدأ النبات يكون اصفر تمام دي اول حالة تمام يبقى الرأي الغذير ده اجتنبه وخلي عينك دايما على ارصاد تمام اذا كان فيه مطر بعد 3-4 ايام يعني حاول ما ترويش تعديهم وما ترويش تمام اذا توقعت ان فيه مطر هينزل يبقى ممكن تحط سماد علشان لما المطر ينزل الى الارض بتاعتك فيها السماد بتاعه تمام اول حاجة تاني حاجة جماعة في الاصفرار قد يكون اساسا الارض بتاعتك انت بترويب حكمه كل حاجة بس الارض طبيعتها فيها نسبة املاح تمام والارض نفسها يعني تقيلة او اراضي بسموها يعني بتحتفظ بالمية كتير او يعني اراضي هي ظروفها كده تمام يعني فيها نسبة من الاملاح تمام مع انها ما بتصرفش المية وبالتالي كده كده هيحصل الاصفرار نتيجة الاملاح بس الاصفرار نهوتين مفروض لو عندك بس املاح زايدة شوية الاصفرار هنا هيحصل على حواف الاوراق مش هيوصل للنبات يكون كلته اصفر تمام فيه اسفرار طبيعي ان عندك منطقة منخفضة في الارض بتاعتك فبالتالي فيه ماء راكد بيحصل فيها نتيجة ان هي اكتر ما كان منخفض في الارض فبيحصل ويمكن الفيديو ده فيه الوضع ده انت لو شفت اول الفيديو ده هتلاقي فيه الوضع ده الارض دي مش طبيعية الارض دي مش طبيعية الارض دي ملحة تمام فاللي فيها ده اللي فيها ده طبيعي ان هو يحصل لانه عنده نسبة املاح تمام وعنده الارض هية المكان ده منخفض وعنده اللي شايف في الفيديو هو الارض كلها خضرة نتيجة زيادة مية الري عملا لك المنظر اللي حضرتك شايفه ده هو طيب الاراضي دي لو الصرف استعها سيء بسموها اراضي سيئة الصرف او غادقة او فيها نسبة عالية من الاملاح المفروض ان حضرتك قبل ما تبدأ زراعة الامح او اي زراعة يعني المفروض انك انت بتعمل لها او لو عندك صرف مغطم بتاع الحكومة المفروض تنظفه او انك تعمل صرف موضعي كده تعمل كذا زروق ومواسير تحط مواسير اللي هي المسقبة دي تحط تحتها زلط وفوقها زلط بسموه في الخريج خرصانة وفوقها خرصانة وتجمعها في حوض كده وعلىها مطور يطردها لك برا ودي طريقة كويسة او تحرط بمحارين تحت الطربة بحيث انك تفتح الارض وتضيف قبل الزراعة المفروض حضرتك جبس زراعي او انك تزرع الارض برسيم وتريح نفسك او تزرعها شعير فالشعير بتحمل الملوح وبتحمل الارض دي على الامح تمام رقم اتنين قد يكون الاسفرار ده هو ناتج عن نقص عنصر النيتروجين اللي هو الازوت تمام انت ما بتحطش ما حطتش السماد كويس تمام ما سميت السماد كويس تمام فدي المفروض ان حضرتك ان حضرتك في الحالة ده هي بتجيب سماد زي السماد اليوريا ده سريع جدا وخصوصا في الاعمار الاولى بتاعت النبات وتبدأ تحط للارض بتاعتك سماد تمام قد يكون انك حطت سماد ولكن نتيجة ظروف حصلت في الارض مثلا ما السماد ده هو تموصلش للنبات بالطريقة الكويسة سواء البرد زاد اوي هيحصل مشاكل برضو في الامتصاص سواء الرأي كان غزير ولو انت حطت كماوي بقى سماد برضو هيحصل مشكلة في عملية الامتصاص ده تمام في حاجة كمان يا جماعة لو عندك نقص عنصر الماغنيسيوم او لو عندك نقص العنصر الحديد هيحصل اسفرار بس الاسفرار في الحديد المفروض بيكون في القمة النمية لان عنصر صغير ما بتحركش بسهولة او ماغنيسيوم هيكون يعني مش اسفرار تام ما يكون فيه تبرقش اسفرار كده متبرقش على الاوراق مش هتكون يعني كلها ايه الاسفرار يعني عامل من نبات كلته كده تمام ففي الحالات الاسفرار كلها دي يا جماعة فيه شوية توصيات فيه شوية توصيات الامحة جماعة والبيئة والطربة نتيجة ان احنا بنزرع كتير وبنستنزف منها عناصر كتيرة وان احنا مؤثرين في وضع السباخ البلدي او السماد البلدي تمام اصبح عندنا شوية مشاكل وتغير الجو اساسا فمعدش حد يقول لي زي زمان اصلا ابويا ما كانش بيبرش للامحة اصلا احنا ما كناش بنعمل يا جماعة دون اتغيرك وانت النهاردة الامحة اللي انت زارعه النهاردة هوت بجيب في العشرين اردب مش زي الامحة بتاع زمان اللي كان بيجيب ستة وسبعة وثمانية وعشرة اردب دون اتغيرك تمام فلو حضرتك اساسا محتاج زارع امح وعايز منه انتاجية كويسة يبا لازم من الاول من اول يوم انك انت تلعب على انك تجيب انتاجية كويسة ولذلك انك توفر السماد الازوتي في المواعد بتاعتك تمام وان اول راية دهية يكون فيه سماد ازوتي على هيئة يوريا تمام لا تقل عن 100 كيلو للفدان علشان امورك تبقى كويسة تمام مش هيحصل حاجة لو انت بعد شهر او شهر ونص من بداية زراعة الامحة بتاعتك يا عمي او 40 يوم تبدأ ترش عناصر صغرى بانتظام من مصدر محترم طب انت هترش عناصر صغرى انت هترش عناصر صغرى حديدة ومانجانيز وزنك تمام حط معاهم شوية احماض امينية كده بس يا عشمال لا روح كمان هات كيلو 20 20 او 2 كيلو حطهم عليه يعني انت عندك مطور مثلا 1000 لتر تمام هات 2 كيلو 20 20 20 تمام من مصدر محترم مش تحت السلم الله يهديك وتجيب لتر احماض امينية تمام وهتجيب لتر عناصر صغرى وتقلب كله مع بعضه 4 لتر همت وتغسل الفدان الارض اللي عندك بيهم تمام كده تمام مش لو اكررت القصة دي كل شهر مرة لا يمكن يحصل عندك نقص العنصر من العناصر دهية تمام مغنيسيوم في مصر يعتبر ببلاش يعني ارخص سماد لو انت جبتلك 25 كيلو او حتى كيس 25 كيلو وحطيته خلطته مع اليوريا كده هوت تمام مع اليوريا انت بتبدر ورويت الارض وابتديت تبدره مع اليوريا كده المغنيسيوم ده هوت حاجة محترم جدا ان الناس بتغفل عنه وان اللي بيكون الكولورو في الاساس او اللون الازرق ده هوت تمام بتاع النبات بيشترط فيه 3 حاجات بيشتركوا فيه بيشترك فيه النيتروجين اللي هو اليوريا او النطارات يعني تمام وبيشترك فيه حضرتك الحديد والمغنيسيوم تمام اذا فلابد توفر التلات عناصر دول يكونوا متوفرين للنبات كويس تمام بحيث ان انا ما يحصلش عندي نقص عناصر وبالتالي هتحصل عندي مشكلة زي ما حضرتك شايف في الفيديو كده هو فيه حاجة بس تاني عايز ان نبه حاليا فيه حاجة بسموها التقذق الاصفر الفيروسي فيه ده مرض حشري تمام ده مرض حشري بصيب القمح ولكن بيظهر فيه الاعمار المتأخرة وبتلاقي الامح متقذم ولونه اصفر ده فيرس يا جماعة واللي بتنقله المسؤول الاولى والاخرة مش التقاوي بقى ولا العصارة ولا الكلام ده كل ده حشرة المنة هي اللي بتنقله عشان كده بنقول يا ريت كل شهر ترش لك رشة حشري اياك باقل المبيدات الحشرية ترش الامح بتاعك بحيث ما يحصلش عندك اي مشاكل خالص بنكتفي بالقدر دهوت واي سؤال حضراتكم محتاجينه يريد توسلونا على الاتصاب ويكون السؤال يعني جامع مانع ومختصر المفيد عشان بس وقتنا ووقت الناس اللي برد عليه شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته